وإلى حضراموت حيث ترأى سلامين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضراموت صالح العمق الاجتماع الثاني للجنة العامة للمناقصات بالمحافظة للعامة الجارية بحضور وكيلي المحافظة للشؤون الفني المهندسة من بارزيق والشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد بصريح وأقرت اللجنة في اجتماعها ترسية مشروع توريد مواد لتحسين شبكة تلميه جوار مسجد الشهداء بحي أكتوبر وسط مدينة المكلة كما أقرت اللجنة ترسية مشروع تاهيل موقع رفع المجاري الحالي بمنطقة الرملة بوادي سمعون بمدرية الشحرة حيث يشمل المشروع عمل أشغال وأعمال توريدات لمضخاته ومولد كهربائي للمحطة وخلال الاجتماع تم اعتماد مجروع مجاري جولة الكتاب بمنطقة الديس المرحلة الثانية ترجمة نانسي قنقر